في العراق يعقد البرلمان اليوم جلسة من المقرر أن ينتخب فيها رئيسا للجمهورية ويعد انتخاب رئيس للبلاد خطوة ضرورية حسب الدستور العراقي لتسمية رئيس جديد للحكومة في غضون 15 يوما وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب الرئيس في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في ثلثي أعضاء المجلس وأعلنت الكتلة الصدرية وإتلاف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق تشكيل تحالف باسم إنقاذ الوطن وترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية